موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي نحضر واحد الحلوان اللي الصراحة كتجي اكتر من رائعة كتجي لديدة بالزباح طريقة اللي هي سهلة وبسيطة وكتلاح يعني نجميع الاوقات للشرب الشاي او من الحلويات ديال عيد اللي الصراحة كتجي مميزة بالزباح بالنسبة للمضاق دياله كاتمنى انكم تجربوها كاتمنى تعجبكم الحلقة اليوم وقوموا مرون طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على اشتراك ثم تفعل جرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد وضبخها لكم مع الطريقة تحضير وهناي بالنسبة للطريقة والمقادر اول حاجة كنحتاج مية وخمسة وعشرين جرام ديال زبطة طريقة بالاحسن تستعملوا يعني النوع اللي يكون جيد وهناي كنضيف نصف كاس ديال السكر غلاسي وهناي عندي الرباع كاس ديال سيت نباتية هنا كنضيف خنيشة ديال السكر فاني كيمكن لكم ايضا تعودوا يعني من النكهة ديال فاني وهناي كنضيف واحدة سفارد البيضاء وفي الاخير كنضيف واحدة شوية ديال الملحة ومن بعد كن ارجع كنخلط هاد المكونات هادو كنخلطهم زيان خلط الزبدة ماء المكونات هادو كنخلط الزبدة ماء المكونات مزين فاذا نضيف جوج معلقة كبيرة من بعد قطعت طريفات صغر وفي الاخير نضيف جوج معلقة كبيرة شوكولات فغميسيل ونضيف كل شيء مزيان فبالنسبة لكوكاو أو البيان كيمكن لكم تعاوضوا باللوز ونضيف 8 جرام الخميرة الحلوة ونضيف دقيق الأبيض بعد ما غربته فنضيفه بشوية بشوية الخليط ونضيفه بالأجينة حتى نحصها على الأجينة التي تكون رطبة وبالنسبة لجميع الأجينة لا نضيفه شيغي فنضيفه لكي نضيفه والكمية الدقيق فأنا نضيف تقريبا حتى 300 جرام الدقيق ودائما كيف نقول لكم كيف يبقى لحسب النوع الدقيق التي لا تستعملين ونضيف احضر ونضيف اوزيج ونضيف مكلمة الكلية فنضيف من بعض المجموعة الأجينة يعني من مستفيد يعني من بعض المنسك ونضيف المنسك ونضيف عجين الى بين جوج ديال الميكات ونطلقَها بالعجين الى بائن جوج ديال ميكات من احسن في احسن تطلقها بين جوج ديال ميكات هنا هنطلقها بالقياس الي انا بغيت من احسن تطلقها شوية رقيقة وهنا هي من بعد ما كانت لقى لجينة ديالي مسيان فهنا هي بالنسبة للشكل اللي أنا ستعمل فأنا نقطع يعني بالشكل دائري لكن أنا أعمل يعني الشكل ديال هيلال ومباشرة هنا مني كان نقطع يعني كان ننعم نفسي نيان بعد ما مثل الورقة ديال السبطة وكان قايا يعني مستمرة يعني من نفس الطريقة حتى كنكمل الكمية ديال العجين أنا استعملت هذا الشكل هدا كيمكن لكم يعني تقطع العجين ديالكم بأي شكل بغيتو أو لو بأي مرشم عندكم و هنه هي من بعد ما ساليت فبالنسبة لتزين بأن هنا ياخديت شوي البيض البيض بعد ما طربته واحد شوياء وكان دهن به الحلوة ديالي كاملة فبالنسبة لتزين دائما كيبقى الحساب الغتيار ديالكم أنا هنا ياخديت شوي ديال رقائق ديال اللوز اللي كانزين بهم الحلوة بهذه الشكل هدا كيمكن لكم تعوضو يعني في اللوز كونكاسي او كوكاول كونكاسي وكانزينو يعني الحلوة ديالكم بطريقة اللي انتو ما بغيتو و هنا من بعد ما كان سليم مباشرة ندخل الحلوة للفرانة على درجة الحرارة 180 درجة من بعد ما كان خليت الفرانة حتى يسخن مزيان و ندخل الحلوة فبالنسبة للحلوة ديرها لا تأخدش الوقت بزف يعني دغيا كتوجد هنا من بعد ما كرتب الحلوة كتجيب هاتشكل هادا وهنا بعد ما خليتها تبردت مزيان هذا نزين الحلوة ديرنا فبالنسبة للتزين فانا هنا نزين بشوية دير السكر غلاسي هنا اخذت الورق دير الزبدة اللي قطعته لها تشكل هادا وهنا كان عمله يعني في الوسط دير الحلوة لانا هنا بغيت نزين نصف الحلوة بالسكر غلاسي و النصف دير الحلوة يبقى عادي هنا كيم كلكم يعني تعودوا يعني بالشوكلاة يعني دائما كيبقى لحسب اللي بغيتون تومها فانا عنزين بهات الشكل هادا و هنا ايام بعد ما كان سعليه فقدمت الحلوة دي اللي بها تشكل هادا فالصراحة هاد الحلوة هاتي كتجي لديده بزاف كنتمنى ان اكون تجربوها تجيه شيشة بواحد المطاق اللي هو مميز و كيف شوفت معي الطريقة دي اللي فهي سهل و كتجيه اقتصادية بزاف و كتوجد ضغيان كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تكون اجبتكم الحلقات اللي و ما ودي اجبتكم الحلقات ما تنساش من الاعجاب وايضا تبارتاج الفيديوهدينا مع الاصدقائي ديركم باش كتعمل فايدا ان شاء الله على الجميع و دبا نخليكم الاخير و السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة